السلام عليكم واسف على جودة الفيديو لكن إذا كنت بسوي شي سريع ما عندي لذلك الخيار يعني بدأني أسوي في سناب شات وما أسوي ذي الفيديو وما أسوي لكميها في اليوتيوب إلا بعد أسبوع عشان أجمع المعلومات وكل شي وشق الكاميرا فإذا معلومة خفيفة فاسبحوني على الجودة كبداية أطلعت أحين التسريبات لحق كيف أبل رح تسقر النوتش وتكلمنا عنه من زمان الكل يعرف الحواف الموجودة في الجنب لحق الآيفون موجود الحواف كلها مثل ما نشوف هنا الحواف الأسود والكل يعرف أن اللاقط في مايك هنا داخل وفي لاقط موجود في الجهاز حقك في مايك برضو هنا إذا شخص ما يعرف في سبيكر برضو إذا شقلت من قطع فيديو ستسمع الصوت يطلع من هنا الكل يعرف أن اللاقط هنا مثل ما نشوفها المهم أن الصوت في الجهزة الغديمة اللي عندنا الصوت موجود تحت وهذه الحساسات وذيلي موجودين في الجنب فأحين قبل شتي بتسوي تبي ترفقه فوق تخليف على الخط على نفس النوتش أو على نفس الحواف لموجود البصل الموجود في الجنب وبكذا راح تجمعهم كلهم تخيلوا يعني هنا عندي أنا حين السبيكر عندي كل شخص عند جهاز يشوف السبيكر الموجود عنده في جهازه راح ترفقه قبل وتحطيه على الحاف فوق وتجمع هذي تقرب هنا فالمسافة ذي اللي موجودة هنا لحق الفتحة المسافة اللي في الفتحة ذي بدل ما أن يكون هنا بدل في الجوانب راح تاخد المسافة بكذا راح يصقر النوتش فهذا الخبر بس أبعلمكم منه كيف راح تصقر النوتش يعني ما راح تسوي حركة جيدة ما راح تحط مثلا الكاميرات تحت الشاشة وتخلي سبيكر أو الفتحة هذي راح ترفعها فوق بس في الخط وراح تصقر النوتش في الحركة وننتظر بعد سنتين ثلاث سنوات إليين بتجي بالميزة أن تدخل مثلا الكاميرات تحت الشاشة ما يبينون مع السنسر وكل شيء مثل ما نشوف كم سنسر راح ينموجود هنا يعني خمس أشياء موجودة موجودة هنا هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد لو من حسبهم يعني كلهم ومع السبيكر فراح يكتمون في مكانهم والسبيكر راح يكون فوق بس ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في الغناة ونشر المقطاع وملاك المقطاع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني من فضل دعاكم مؤسف على جودة الفيديو والسلام عليكم